في وقت لا تزال دول العالم بمعظمها تكافح جائحة كورونا رفعت نيوزيلندا القيود التي فردت في البلاد في إطار مكافحة الفيروس التبادل النيوزيلنديون العناق والقبلات وأقبلوا على المتاجر وخطصوا للحفلات وذلك للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر لتعود الحياة لطبيعتها فكيف هزمت نيوزيلندا كورونا بأقل الخسائر فيما لازلت دول كبرى كالبرازيل وبريطانيا والولايات المتحدة تعاني من المشكلة هذا نيوزيلندا يسلمون بعض بالخشوم حب بخشوم عندهم للمزيد ينضم إلينا من أوكلندا في نيوزيلندا الدكتورة رانا سامرة السادات بكالوريوس الطب والجراحة دكتورة صباح الخير ساد صباحك دكتورة صباح النور يعني خلينا نسأل شو الأوضاع عندكم اليوم كيف صباحكم وبالتالي أيضا لماذا نيوزيلندا رجعت فيها الحياة إلى طبيعتها لماذا تغرد خارج سرب منظمة الصحة العالمية شكرا لاستضافتكم إلي إحنا هلأ عنا المساء فمساء الخير من نيوزيلندا دائما أنتو غير عننا في كل شيء العكس إحنا صلنا 23 يوم بنيوزيلندا بدون أي حالة جديدة من الكورونا فيروس الحمد لله وصلنا أسبوع بالدرجة الأولى من الحضر وهي ما في أبدا أي تقيدات أبدا فحاشينا حياة مثل أي يوم تاني على الطبيعي ما في أي تقيدات أبدا أنا أظن أن السبب أنه إحنا استطعنا بأننا نعمل هذا الشيء أنه من بداية انتشار الوباء الحكومة أخذت الأمر بشكل جدي جدا ومن بداية الأمر أغلقوا الحدود بالكامل فاستطعنا أنه يعني نوقف أي حالات جديدة من أنه توصل لنيوزيلندا ويعني التقييدات كانت أنه 14 يوم بعد ما وصول أي أحد لنيوزيلندا لازم عزل شخصي بالبيت ومن كم شهر صار أنه العزل من الحكومة صار لازم الواحد يروح هوتيل أو موتيل مشان يعمل عزل طيب يعني دكتورة يعني اليوم لكممات لقفازات لتباعد اجتماعي هل يوجد مخاوف من موجة جديدة أو أمور مستقرة كما يبدو ولا ينصح بارتداء هذه الأمور والأجراءات الوقائية المتبعة بحسب منظمة الصحة العالمية لا يعني لسه في وقايات لسه في نصائح أن الواحد دائما يغسل إيدا على الأقل عشرين ثانية من غسيل الإيدان الكمامات لسه في ناس يعني تلبس كمامات بس حاليا الوقت جدا مستقر ولكن الحكومة مستعدة إنه ممكن لو صار في حالات جديدة مستعدة إنه نرجع ناخد تقييدات من أول وجديد فالشعب مستعد إنه يعني ممكن يصير حالات جديدة بس حاليا الحمد لله الأمر مستقر طيب دكتورة نانا يعني منظمة الصحة العالمية حتى بعدها على الأقل هدوء هذا الفيروس لم يعود بذات القوة تنصح بعدم يعني التراخي بهذه الإجراءات لكن يوزلندا اليوم رجعت إلى الحياة الطبيعية يعني موقف الحكومة ما هو وردها؟ ما هو تبريرها؟ موقف الحكومة إنه هنا ما أخذوا القرار إنه نرجع للحياة الطبيعية إلا لو ما كانوا متأكدين مية بالمية إنه ما في حالات جديدة بالبلد فأي أحد عم يفوت عن يوزلندا لسه لازم 14 يوم عزل نفسي وصاروا عاملين تقريبا 307 ألاف تحليل للكورونا ومثل ما قلت 23 يوم ولا من التحليلات طلعت ببوزيتف للكوفيد 19 فهنا ما أخذوا الأمر بسهولة بس يعني تأكدوا إنه كل الحالات اللي معها كوفيد 19 بنية زلندا نعرف عنها وأي حدا كان قريب من هدول الناس اللي كان معهم كورونا فيروس معروفين من هنين وعزلوا حالهم طيب دكتورة بعض الدول راهنت على يعني سياسة مناعة القطيع وممكن نعتمد على هذه السياسة في بعض الدول التي ما زالت تواجه جائحة كورونا مع تأخر تواجد اللقاح أو المصل يعني ممكن مناعة القطيع تكون يعني استراتيجية جيدة ولكن اللي احنا عم نشوفه أنه مناعة القطيع تعتمد على أنه أكثرية الشعب يكون يصار معهم الكوفيد 19 وللأسف عم نشوف أنه الكوفيد 19 عم يأثر على الصغير والكبير بشكل سيء جدا يعني هو أحسن أحسن شيء أنه التباعد الاجتماعي لكي نتأكد أنه الناس اللي معهم يعني اللي صحتهم مو جيدة والكبار بالسن ما يصلهم الكوفيد 19 لأنه هناللي عم يتأثروا أكثر شيء من الفيروس دكتور رانا سامر السادات بكالوريوس الطب والجراحة شكرا جزيلا لكي يعطيك يا الفعاف يوم مسائك ورد